بهدف تذكير العالم بمأساة اللاجئين خصصت الأمم المتحدة العشرين من يونيو حزيران يوما عالميا للاجئين تصاعدت أعداد اللاجئين السوريين بشكل تدريجي نتيجة الحملات العسكرية التي يشنها جيش النظام على المدن والقرى المأهولة بالسكان لتصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ إضافة إلى الآلاف ممن لم يسجلوا رسميا يتوزع اللاجئون السوريون على عدة بلدان بينها تركيا والأردن ولبنان والعراق ويواجه معظمهم ظروفا مأساوية وسط تباين بمعاملة البلد المضيف فتركيا أشارت مؤخرا إلى ارتفاع اللاجئين السوريين في أراضيها إلى مليون ونصف المليون لاجئ وأكدت أن حدودها مفتوحة للضيوف السوريين تعترض بعض حكومات دول اللجوء على تزايد أعداد اللاجئين وخاصة لبنان والأردن بسبب انخفاض مستوى اقتصادها يعيش السوريون حياة صعبة في مخيمات اللجوء ويعانون برد الشتاء وحر الصيف إضافة إلى العديد من المشكلات المادية والاستماعية والصحية منها انعدام فرص التعليم وتزديل مواليدهم ففي مخيم الزعتر في الأردن ثمت 1400 طفل على الأقل معرضون لخطر عدم الجنسية وذلك لعدم حصولهم على شهادات ميلاد أكثر من ثلاثة أعوام وما زالت سوريا تستنزف المزيد من أبنائها الذين يعبرون الحدود ويملأهم الأمل في العودة القريبة